هلو مي جينيور فور ستودانس اي ميسيز ميرنن this is my channel science in a nutshell النهاردة هنبدأ مع بعض concept 3 واسفع على التأخير يلا بينا نبدأ بسرعة هو concept سهل وحيخلص بسرعة ان شاء الله طيب concept 3 اسمه ايه؟ اسمه light and sight light and sight اول حاجة لازم نعرفها ان ال eye it is the organ of sight يعني ال eye هي الورجن العضوة المسؤول عن ال sight عن النظر ان انا اشوف اشوف ازاي؟ اشوف بعناية طيب انا عندي عناية هو وبعرف اشوف بيها الحمد لله لكن دخلت dark room complete dark room هارف اشوف؟ لا مش هارف يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج source of light يبقى انا عندي ال eye it is the organ of sight and then i have what i have a light source so i can see يبقى لازم الاتنين يكونوا موجودين عشان اعرف اشوف خلاص كده يبقى human need light to see in the dark أو low light places to see clearly they need what they need the light in low light places يعني لما بيكون في دلمة أو بيكون في نور منخفض انا مش هارف اشوف غير لو في ايه source of light لكن في some animals كده وحنتكلم عليهم الانمال دي can see better than humans in the dark such as what fishing cat and the tars yay monkey الفيشين كات والتارز yay monkey التارز yay monkey بيتنطق بكذا نطق يعني انا بفضل التارز yay وخلاص تمام يبقى الفيشين كات والتارز yay الاتنين دول they can see better than the human in the dark تمام طيب تعالوا ندخل في النقطة اللي بعدها طيب تعالوا كده نشوف لو احنا بنحاول نصطط بالليل احنا ال human رحنا كده وقررنا ان احنا حنتلع رحلة صيد بالليل في الغابة ال human eyes need light to see well يعني احنا محتاجين source of light نور علشان نعرف نشوف بالليل طيب لو ما فيش بقى source of light وقررنا ان احنا مثلا هنطلع رحلة صيد زي ما بقولك ويبقى احنا محتاجين حاجة اسمها night vision goggles night vision goggles اهو شكلها عامل كده ال night vision goggles دي هتقدر ان هي تساعدنا نشوف بالليل او تساعدنا على الرؤية بالليل هي device that is used to see in the dark device يعني tool بتساعدنا اداة تساعدنا على الرؤية في الليل تمام كده او في darkness يعني الضلمة تمام كده يبقى انا لو انا human ومش بعرف نشوف بالليل محتاج source of light وما فيش source of light يبقى انا ممكن استخدم ايه night vision goggles طيب تعالوا بقى نشوف الانيمال اللي تقدر تشوف بالليل وتعمل hunting بكل سهولة الفيشين كات ببساطة هي wild cat wild cat يعني مش الكات اللي بربيها في البيت لا هي wild wild يعني بتكون في الفورست مثلا عندها كده عينيها ممكن تحس ان هي seems to be glowing in the dark يعني عينيها بتبان كأنها بتلمع في الضلمة ليه ايه السبب عشان عندها mirror like membrane فعنيها من وراء when the light enters the fishing cat eyes لما الضوب بيدخل الفيشين كات eyes it bounces off this membrane يعني كلمة bounces off يعني reflect bounces off this membrane allowing eyes to collect more light هي الفكرة كلها انه بيحاول يجمع ضوء اكتر يعني انا لو في مكان والمكان ده ضلمة ومعايا source of light ضعيف لو استخدمت المرايات هقدر ان انا اعكس الضوء وكأن الضوء بيتكرر كل ما اعكس الضوء كأني بكرر الضوء اكتر تمام جربها كده ان انت امسك مراية وحاول توجهها لللايت هتلاقي دايما او تحاول توجه اللايت نحية المراية تلاقي انك ضعيف الدوء هو الفكرة ان هو تعكس فبقى كل ما الحاجة تعكس الدوء اكتر كل ما تحس انها منورة اكتر تمام كده فهو الفكرة ان هو بيسمح للأي بتاعتها بتاعت الفشين كات بتسمح لدخول الدوء وبعد كده في المير like membrane بتبounce off the light so it can collect more light يبقى انها بتجمع دوء اكتر وده طبعا بيكون structural adaptation of cat eye that is found in all cats موجودة في كل انواع القطط حتى اللي موجودة عندنا في البيت او اللي بيربوا قطط يعني وده اللي بتخليهم يبقى عندهم excellent night vision to hunt in the dark يعني هو ده اللي بيخليهم يقدروا يشوفوا بالليل ان هما اي source of light بسيط جدا جدا هما بيقدروا ياخدون ويعملونه زي كده collecting in their eyes by what by the mirror like membrane اللي هي اسمهتها bitum lucidum عشان كده انا شرحتها قبل ماقول الفيشن كات eye تمام كده طيب ايه يا ميز بقى انت عملت قول لنا source of light source of light هو يعني ايه اصلا source of light source of light هي اي حاجة بت give me بت emit its own light يعني اي حاجة بتنور هي نفسها بتطلع نور يبقى دي كده كده اسمها source of light مصدر للدوء it is the something that gives off او emits emits يعني بتو شع its own light دوء خاص بيها زي مين زي الصن 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 emits light زي الكاندلز زي الفاير الاكتر كل دي source of light تمام كده طيب في بعض الحاجات اللي بتبان منوورة لكن هي مش مصدر للدوء زي ايه مثلا زي المون او الميرر الميرر تحس انها بتلمع كده وممكن تحس انها منوورة لكن actually الميرر مش منوورة هي بس بتعكس الضوء فبيتبان منوورة طيب والمون هل المون هو بيطلع ضوء لا هو doesn't emit light بس هو reflect the light falling on it reflect the light falling on it طب هو ايه light اللي بي fall on the moon it's the sunlight يبقى الSunlight لما fall on the moon it reflect it reflect فالمون يبقى منوور تمام كده طيب والمرر نفس الكلام when the light falls on the mirror it reflect so it feels like it's shiny بس it's not يعني it's not a source of light it's just reflecting the light يبقى انا ممكن يبقى عندي source of light هو نفس ونور اللمبا هي نفسها منوورة لكن المراية reflecting light sun source of light لكن هي المون reflecting the light تمام كده طيب طيب احنا احنا بقى بنشوف ازاي how we see ازاي احنا بنقدر نشوف انا قلتلكو في اول اللاسن ان احنا محتاجين حاجتين مهمين جدا محتاجين الاي اللي هي الاورجن اللي بيساعدني to see ومحتاجين source of light طيب الاي وفهمناها source of light ليه لان البساطة اللي بيحصل لما حضرتك بتيجي يعيز مثلا تشوف الابل دي حتشوف هزاي light falls on the apple then reflect back to our eyes light falls on the apple on the object يعني اللايت بيقع على الابجيكت بيكون على الابجيكت وبعدين اللايت بيبدأ انه يعمل reflecting back to your eyes طيب لو انا دخلت قوضة ضلمة ما فيهش نور خالص مش هشوف حاجة لان البساطة لازم يكون في light that falls on the object then the light bounce back أو reflect back to your eyes so you can see this object تمام كده زي الصورة هنا light falls on the object then reflect back to your eyes so you can see this object يبقى from the previous بقى explanation كده في حاجة عايزين نستنتجها in light هو visible form of energy travels in the form of waves يعني الضوء هو عبارة عن طاقة بقدر إني أشوفها وبتسافر في الأتموسفير in the form of waves يعني هي بتكون زي بالضبط sound waves اللي كنا بنتكلم عليها في الأكولوكيشن بتاع الدولفن كمان اللايت بيكون traveling in the air in the form of waves يعني علشان أنا أشوف حاجة النور هيوصلني in the form of waves تمام كده عبارة عن موجات وخلي بالنا إن في complete darkness مش حنقدر نشوف أي حاجة لأن اللايت ببساطة مش هيبقى بي bounce back to our eyes فحنشوف كل حاجة in black light خلص كده in black color everything will look black كده حبايبي كان lesson 1 و lesson 3 من فضلكم افتحوا كتاب المعصر وابدأوا حلوا الأكسرسيز اللي ورا lesson علشان تتأكدوا إن المعلومات ثبتت في دماغكم خلص كده thank you so much don't forget to subscribe and to share it with your friends and like the video okay have a lovely day thank you